الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى أهليه واصحابه أجمعين طبتم وطبا مشاكم وتباوتم للجنة منزلا حي الله مشاهدينا الكرام النهاردة بإذن الله تعالى حنتكلم في مسألة آية التطهير عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الركز وتطهيرهم تطهيرا هل قبل نزول الآية أم بعد نزول الآية قبل نزول الآية أم بعد نزول الآية فإذا كان بعد نزول الآية وأراد أن يعلم الناس أن هؤلاء هم أهل البيت وليس زوجاته صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يصعد إلى المنبر ويقول اللهم هؤلاء أهل بيتي أي الحسن والحسين وفاطمة وعلي وعلي ولسنا هؤلاء أهل بيتي أي زوجاتي يعني أنتم فهمتوا من الآية خطأ فنريد أن نعلم هل عندما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء أراد إعلام الناس بالحقيقة فإذا أراد إعلام الناس بالحقيقة فكيف يرفع يديه إلى السماء أليس من باب أولى أن يتوجه للناس ويقول أنتم فهمتم خطأ الآية فالآية لم تكن نازلة في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في الحسن والحسين وفاطمة وعلي يريد الإجابة تكون على قدر السؤال وفي صلب السؤال لو سمحتم اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الركس وطهرهم تطهيرا قال الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم إراد إعلام الناس بأن هؤلاء هم أهل بيتي تمشي؟ ما تمشي أردت أن أعلم الناس أن هؤلاء أهل بيتي فرفعت يدي إلى السماء شلون شكرا